اشتركوا في القناة وكان أمرا أثار دهشة العرب والصحابة أنفسهم الخرافة الثانية هي أن زواج الأقارب مثل ابناء العم والخال كانت عرفا جاهليا وهذا غير صحيح بل كان محرما ونزلت لهذا الغرض خصيصا آية جعلتها حلالا وضمن الحديث حول هذين الموضوعين سأتناول أو أشير إلى خرافة الثالثة سأخصص لها وقتا آخر وهي خرافة وجود صراء بين ما يسمى العقل والنقل وهذا أمر لا صحة له ومجرد تغطية على حقيقة حاول جميع حتى يومنا هذا جميع المتنفذين والمسؤولين عن شؤون الدين والدنيا التغطية على هذا الموضوع فكونوا مع أصدقائي مع هذه الحلقة والتي أتمنى أن تحظى باهتمامكم خاصة أنني أطرح فيها آراء أعتقد أنها جديدة وتستحق متابعتكم ونقدكم أيضا وتصويب ما أخطأ فيه أو أشير عليه بشكل متعجل وغير مدروس فكونوا معكم السلام عليكم أصدقائي هذا الموضوع أنا شرته قبل يوم أمس على صفحتي في الفيسبوك وأيضا على صفحتي في قناتي على اليوتيوب وقلت فيها باختصار أن العرب كانت تسبب النساء كما يقال وهذا الأمر لا وجود له وسأقدم أدلة على هذا الأمر ومن هذه الأدلة أننا لم نسمع يوما بوجود سبايا من النساء فيما وصلنا عن تاريخ العرب قبل الإسلام وخاصة المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ولا سمعنا أيضا أن هناك أبناء لأولاء السبايا رغم عددهن الهائل حسب الروايات الطبرية أو البخارية أقصد الطبري والبخاري في أحاديثه وأيضا السير والغزوات وابن القدامى وغيرهم وكثير من سيرة ابن هشام والمروج الذهب والبداية وكتب المؤرخين كافة أيضا نحن لم نسمع أن هؤلاء لديهم أبناء كما قلت وخاصة أنه أمر عندما تتحدث عن سبي عشرات بل آلاف النساء وغزو معركة حنين وحدة كان هناك عدد مقاتلي هوازن ثلاثون ألف أو أشرون ألف مقاتل فهذا أعداد هائلة ومعنى معاني ما يعادل هذا العدد من النساء فكيف تم سبيهن أيضا هناك نساء اليهود وعدد كبير من الغزوات التي شنها الرسول هذه كلها تؤكد أنه وجود عدد كبير من السبايا وهذا كله يعني خلن نفترض أنه صحيح لكن أين آثار هؤلاء أين النساء اللواتي تم سبيهن وقعنا تحت الصحابة وهنا ليس بالعدد القليل وهناك أسماء كثيرة تذكر في كتب السيرة والغزوات أين أولادهم هل يؤقل أن كل هؤلاء النساء لم يلدن أحدا فهذا كلام غير منطقي وغير معقول الأمر الآخر الغير المنطقي وهو أن هناك كما نعرف في عرف جميع الشعوب ما بعد التاريخ يعني هذا أمر غير معقول أنه هناك عشائر تعيش جوار بعضها أو حتى قرى أو مدن يأتي أبناء قرية أو جماعة ويغزون قرية أخرى ويأخذون نساءهم وهؤلاء كالنسوة أيضا يبقين تحت رجال القبيلة الأخرى هذا أمر لا أعرف كيف يمكن للإنسان أن يتخيل وجود شيء من هذا النوع يعني تتخيلوا الآن أن تجيكم مدينة أخرى ويتغزوكم ويأخذون نساءكم والتي من أمهاتكم أخواتكم زوجاتكم كيف يمكن تتخيلون حالة المجتمع بعد ذلك ستستمر الحروب إلى ما لا نهاية هذا أمر غير معقول وما زال الكثيرون يصدقون به والأخطر ليس أن يصدقون بهذه الأحداث التي رواها لنا كتاب السيرة إنما يقيمون عليها شريعة يقولون أنها هي الشريعة الصحيحة والتي لا يجوز أن يعترض عليها أحد أو يشكك فيها بأتبار أنها من الصحاح التي لا يمكن مراجعتها الأمر ليس مسألة أنت مؤمن أو كافر أو تشكك بالصحاح لا الأمر أنه غير منطقي وغير مقبول فهذا يؤشر إلى وجود أشياء لا يمكن تقبلها بدء والخطورة وين؟ أنه يأتي من يكون معاديا للإسلام كما يقولون أي محاربا للإسلام ويقول هذا الشيء مخزي ولا يمكن تقبله ويخرج للرد عليه من يقولون أن هذه الشبهات ويبدأون بتفسير هذه الأمور وطمطمتها بالطريقة وترقيعها بالطريقة لا يطلعون بعدما تحدث عن ملك اليمين وما لذلك لكن بالحقيقة الأمر لا هذه ولا تلك الأمر أنه نالك روايات بأكملها روايات مزيفة وغير منطقية وغير معقولة وسأفصل بعد قليل في هذا العمر مبدئيا أن العرب كانت معروف أنه كانت هناك تحدث العمليات السبي في الجاهلية في حروب العرب أيام الجاهلية وهذا الأمر أنا حاولت تتحقق منه لكن وجدت لم أجد شواهد تدل على هذا الأمر بشكل مقنع وجدت بعض القصاد القليلة لعنترة أيضا وجدت قصاد لأمرأ القيس وهذا من أتن تتحدث عن قتل أمرأ رجل واختصاب زوجته ولكن ليس أكثر من هذا هناك حوادث أيضا حدثت من أجداد الرسول وحدث غزوء من هذا النوع لكن بعد ذلك أخذوا أمرأة وهالي المرأة عادت وبعد ذلك تم فدائها ويعني كان العملية تأخذ للإهانة وبعض واحدة من العمليات قالوا أنه نفجي هذه المرأة بعنزه بعنز وقالوا هذا شيء نوع من الاستخباب بنا وبعد ذلك هذه المرأة استطاعت العودة عندما خدعت زوجها ودعت أنها تحبه وأن هذا الزواج وقالت أنا بعد سنة أو سنتين لا فترة من الزمن قالت أريد أن أزور أهلي فزارت أهلها وبقيت لديهم ولم تعد إليه رغم محاولته وهددوه بالقتل قصص من هذا النوع لأن تبقى حالات فردية لا توجد موجودة لا يوجد ما يدعمها طبعا هناك حتى نأخذ روايات صحيحة في الجاهلية مثلا معروف كان العربي يخجلون من وطء السبايا المتزوجات لسبب هذا المنطق الذي قلت لكم لا يمكن أن تتعيش في منطقة حتى لو كان بناتكم أكبر أنواع العداء أخطر أنواع التفع الملفائي لكن لا يصل الأمر إلى الأمهات والأخوات والزوجات فهذا أمر سيجعل حروب لا نهاية لها وتخيلوا هذا الأمر يحدث لكي تتصوروا مدى لا منطقية الروايات التي وصلتنا فدائما هذا إذا كان موجود حسب الروايات الموجودة كان دائما المرأة التي يتم سبيها ضمن سبي الرجال وضمن الحروب فيجري التحافظ عليها عسى أن يأتي زوجها أو ابنها فيبديها قبل أن تنتهك حرمتها وهذا الأمر لا ينتهكون حرمتها لأسباب خطيرة جدا ينقلك إذا انتهكنا حرمتها الحرب سيشتد أوارها بطريقة لا يمكن تخيلها لكن ماذا حدث حسب الروايات مع نزول الوحي هذه الخصلة أو هذه العادة الجاهلية تم القضاء عليها واستبدلها الرسول بخصلة إسلامية وهي استباعة اختصاب من تزوجات حين قالت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأنهم غير ملومين هذه الآية تم تفسيرها من قبل القبر وغيره من أواء المفسرين وقبل مقاتل أيضا بطريقة أدتي نفهمها حاليا إنما ملكت أيمانكم إن النساء اللواتي اللائي تم أسبهن أثناء غزوات الرسول المباركة وحسب هذه الآية وحسب تفسير المفسرين إن بكلمة الله هذه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بكلمة الله هذه تم استحلال فروج وعراض المتزوجات ومن تعاطى ما أحله الله بالتأكيد ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج حيث كان قبل ذلك يعتبر عيبا وحرجا ويقول الجاهل في رسائله أن قريشة في الجاهلية تركت الغزو كراهة للسبي واستحلال الأموال والسبب أنهم كانوا يريدون العمل في التجارة مع الروم والحبشة وبصر والشام وهذا ذكر جواد علي في جزء ثاني من مجلداته العشر كما أتذكر أنا قرأت قبل حدوط ربع قرن طبعا واضح أن هذا الزواج هو أصبح الشريعة استعادة الرسول كما يقول يعني هشامج عيط عدة ثلاثية عن تاريخ الدعوة المحمدية وهذا الزواج اعتبر الشريعة استعادة الرسول بتعبير هشامج عيط من أيام الشرق العتيق جدا وكان هذه الاستعادة أمر أثار دهشة العرب والصحابة أنفسهم خاصة في غزوة أوطاس وكما نعرف أن هذه الغزوة كانت تأجرت في الليل وبدون سابق انذار ومجرد يعني يجمعون أموال وبدون يعني ليس هناك شيء بينهم وبين هؤلاء الناس مجرد أنهم ناس آمنين وتم غزوهم بحجة أنهم ليسوا بمسلمين وهذا طبعا هذا أيضا موضوع أنه ليس بمسلمين لماذا تغسو يعني وهذا من حلقة شفتها بالفترة العبدالله رجلي يبرر فيها غزوة أوطاس ويقول أن هناك هؤلاء مشركين ومن طبيعي غزوهم لأنهم مشركين وإذا مشرك يعني يعني هذا تبيح دمه وتبيح عرضه وأمواله يبدو تبرير غير لا يستقيم بأي شكل من الأشكال وهذه كلها كل التبريرات هذه من أجل فقط التصديق على كل ما قاله الرواة ووصل إلينا ولو جرى هذا على حساب الطعن بأخلاق الرسول وأخلاق السيرة النبوية ولو جرى هذا على حساب الإمكانات الكثيرة لتفسير آيات القرآن الكريم هناك أمر غير منطقي آخر مهم جدا يجب إشارع إليه وأنه كيف لك أن تسبي أمرأة قبيلة أخرى هذا يعني أنا ذكرتها لكن الآن من جانب آخر يعني كيف ممكن أن أنت تسبي أمرأة وتأخذها ما لنحلاء ما ملكت يمينك وتجعلها لديك سرية وزوجة أو تمارس معها الجنس وهي وأنت قتلت أبيها وأخيها وزوجها وما لذلك حسب رواية أنه بعد العودة من خيبر الرسول زواجها من صفية في ليلة قتل أبيها وأخيها وزوجها وعشرتها أيضا في نفس بعد الطريق العودة إلى المدينة إلى يثرب قال أنصبوا لي خيمة ودخل عليها وكان صداقها أو مهرها هو تحريرها وأتبارها زوجة للرسول هل هناك من يعقل وجود قصة من هذا النوع كيف يأمل الإنسان يعني لا يمكن يعني طبعا هناك من يشنى على المسلمين هذه القصة وهناك من المسلمين من يحاول أن يغطي على هذه القضية بطريقة أخرى الأمر مخجل ومن يستحق القعن الرواية الذين وصفوا لنا هذه الرواية العجيبة الغريبة أنا لا أستغرب الناس كيف الكثيرون صدقوا وجود حدث من هذا النوع وهذا من التصديق أنه ليس الهدف على لا تصدقوا هدف دفاعا عن الدين أو أو انتقاد المسألة إليها علاقة بالمنطق أن علينا أن نأخذ كل ما يأتينا من التاريخ على أنه حقيقة مسلم بها هذه القضية الأساسية التي أريد أن أقولها أن كل هذا التاريخ الذي وصلنا هو مبني على أكاذيب ما بعدها أكاذيب وعلينا أن نأترف بالحقيقة لا أن نتحول إلى طرف متحاربة والبعض هذا يقول أنت ملحد وذلك يقول أنت مؤمن وهذا يقول أنت تكافر وهذا يقول أنت زنديق هذه القصة يجب أن نتجاوزها وصلنا كبشر كشعوب إلى مستوى من الوعي ومن الفهم ومن الإدراك الذي يجعلنا لا نخشى من تصريح بالحقيقة والقول بأن هذه الروايات التي تصلنا لا علاقة لها بالمنطق ولا بالعقل ولو حصلت فعلا فلسنا ملزمين بها ولا يمكن أن نقيم عليها شريعة تصلح لهذا العصر بل ولا تصلح لأي زمان وأوان وسأفسر لماذا هذا سأقدم تفسيرا يعني لا أخصد أنه لماذا وضعت هذه القصص والروايات التي تسيء ليس لمن يمدحونه ومن ينقلون سيرته وكأنما هناك تعمد في هذا الأمر سأوضح هذا لاحقا بعد الفاصل طبعا البعض يقول بأنه أن هذه الجواري كان موجودات وهناك كثير من الجواري وأبناء الجواري أنا أقول لا ما موجودك كل الموجودين هو هناك أهماء وجواري لكن من شعوب أخرى بعيدة جداً من بلاد الحبشة خاصة من أم عمار بن ناسر وأيضاً زيد ابن ثابت أو زيد ابن الرسول بالتبني أيضاً هو من أصولة رومية دحية الكلبة أيضاً أصولة رومية هؤلاء يأتون إما صغاراً أو بسن صغيرة شباب صغار ويتم خطفهم أو الحصول عليهم في الحروب التي تجري في الشام أو في مناطق بعيدة ويتم بيعهم وتصديرهم وتوزيعهم على مناطق لا يمكن لهم العودة إلى أهاليهم قد ذلك ممكن أن تتخيل لكن لن تجد هناك بين العرب أو مناطق متقاربة هناك جواري وما على ذلك حتى الجواري أدما في زمن الدولة الأموية يأتون بجواري من شمال الأفريقية من مناطق بعيدة دول دولة المغرب وتونس وليبيا في ذلك الزمان وهذه المناطق وتأتي النساء وكانت هذه المناطق لا تعتبر مناطق عربية ولا تعتبر مناطق مسلمة فيأتون بالجواري من ذلك المخطوفات ويبيعوهن في حارات وأسواق دمسك ويقال أن أمر مخزي ومؤلم جدا يقال أنه في وجبات أرسل طارق بن زياد وموسى عقبة بن نافع أرسل حدود خمسين ألف أو مئة ألف جارية شابة صغيرة وكان الخليفة يطالب شابات بالنوع خاص فيهن لزم رتبها حلوة وما لذلك فأرسل عدد بالعشرات الألاف وصل من كثرتهن أصبح السعر الواحدة بدرهم يباع في شوارع دمشق ولا يجد أحد من يشتريهن تخيلوا حال الأسر التي أخذت من أولادهم في هذا الشكل لكن نقول هذه الروايات كلها هي التي صنعت الإسلام هي التي صنعت العقيدة هي التي صنعت الفقه الذي أشرف على إخراجه وإنتاجه وكتابة كتبه وأصوله الأساسية أو حاشية مثقفة من الموالي خاصة بتكليف من أولي الأمر أو حكام الدول وهم بالتأكيد أمراء بني أمية وبني العباس خاصة وهؤلاء هم الذين أخرجوا لنا الدين الذي نحن نؤمن به والكثيرون يقاتلون ويذبحون باسمه لكنهم لا يسألون أنفسهم كيف وصلهم هذا الدين لماذا لا نراجعه لماذا لا نفهم هذه الحقائق لماذا لا نتأكد من ما وصلنا الأمر ليس طعنا في الدين كما يدعون إنما فهما محاولة الفهم وهذا الوقت المناسب لفهم كل شيء من يدعي أن هناك طعن بالدين وما إلى ذلك هذا بالعكس هذا شخص مستفيد إما مستفيد أو جاهل أو شخص لا يبحث عن مصلحة أهله وناس ويدعي الخش على وحدة الصف وعدم تفريق الكلمة وبالحقيقة هو هذا عكس هذا إحنا صارنا على مئات السنين كلمتنا متفرقة ومتشتتة ولم ننجح في أي شيء على إطلاق لم نتصر في معركة واحدة طوال تاريخنا على مدى ألف عام وحتى لو انتصرنا بمعركة هامشية هنا أو هناك لم نربح حربا ولا وصلنا إلى أي انتصار حتى علمي أو انتصار معرفي على أي مستوى طبعا بهذا الصدد لا بد أن أشيرها قضية مهمة جدا هي مسألة ما ملكت أيمانكم ومسألة تفسيرها وهذا الأمر فيه لغة كثيرة ولكن يبدو من خلال البحوث الجديدة أو الوجهات النظر الجديدة أن الأمر ليس كما نظن طبعا لمن يريد المزيد أعتقد يروح على صفحتي في الفيسبوك وهذه هي صفحتي ممكن تشوفوها حتى لأنني أكثر من الصفحة بس أعني هذه الصفحة وليس بيت صفحة بروفاير خاص بي وممكن زيارتها وتشوفون تعليقات كثيرة حول هذا الموضوع هذه هي الصفحة وممكن تطلعون عليها وأيضا هذا البوست الأصلي وهناك توضيح ممتاز جدا من صديقي مار حميد يقول كانت هناك أسر للنساء بحالات أسر عمليات أسر للنساء بحالات معينة وهو أمر نادر ويتم أسره النساء ثم يطلق صراحا لاحقا بقصد إهانة للطرف الآخر يقول المعارك العرب عموما لم يكن لم تكن تتجه لمضارب الطرف المهزوم بل يتوجهون للمرأي لغتنام الماشية يعني ما يرحون إلى الناس في المكان سكنهم ونومهم إنما يرحون إلى الماكن التي توجد فيها الماشية يقول عيام الزمن الجميل لما كانت البعارين أهم من النسوان يعني يصخر من هذا الموضوع أو يمزح يقول أنه كانت البعاران هي أفضل من النساء يعني يقول لك لأن هذه بها يعني أكل وممكن ثروتها ثروة كبيرة وأيضا بعير إذا ما تسرق لا تجد آباء وأهل يطالبون به ممكن أن يضيء بين البعاران الأخرى أما المرأة لا يمكن أن تأخذها كيفما اتفق يعني أدهى أولاد أدهى أحفاد أدهى ابناء أدهى وجه مميز أدهى اسم فبالتالي عملية سبيهة أو اختطافها عملية مكلفة ومدمرة لصاحبها وأيضا أخذها ماذا تفعل بها يعني أيضا صديقي الصادق الطائق كتب مادة رصينة جدا ممتازة عن هذا الموضوع وأنصح بقراءاتها مادة طويلة ومصدر رئيسي كان أيضا دكتور جواد علي في المفصل تاريخ العرب والإسلام وهذا الموضوع أنا أعتبره مهم جدا الآن أنا أخلص إلى ما أريد أقوله من خلال هذا الفيديو وهو أن كل ما وصلنا قد هناك خرافتان أو ثلاثة وهذه الخرافتان لابد أن ليس لها أصل يعني منطقيا وقدمت الأدلة على هذا وهي خاضعة لنقاش طبعا لا أدعي بأنها مسألة نهائية فأهمية هذا القول بالنسبة لي أو هذا الطرح أو هذا التشف عن هذه الأوهام أو الخرافات أن كل ما وصلنا عن سيرة الرسول مشكوك فيه بشكل جدي وعلينا أن نفكر بطريقة ممتازة لا يؤقل أن يكون هناك رسول يغزو ويأخذ نساء ويقتل آباء يعني هذا ليست مسألة منطق يعني قد يزعل من عندي الملحدين ويزعل من عندي المؤمنين لإشارة لهذا الموضوع لكن المسألة لا تدخل في العقل ووضعت هذا في بداية الحلقة ثانيا أن الأمر لا يتعلق كما قلت بملحدين ومؤمنين ليس هذا الهدف وأشرت لهذا إنما بتاريخ مزيف يجري فرضه على الجميع على علاته والغاية كما يتضح أو اتضح كثم الأفواه وإخراس الألسن ثالثا تدمير المعقول أو مفهوم ما أسميه تدمير المعقول أعتقد هذا مفهوم يمكن جعله أداة ممتازة لفهم نمط أو ألماط الفعل السوسيو بوليتيك يعني أو الألمي الاجتماعي السياسي يعني الأفعال الاجتماعية السياسية التي يمارسها سكان المنطقة عبر تاريخهم ويتمارس شعوب هذه الشعوب وقادتها هذا النمط وهو نمط تدمير أقول أقدر أسميه هو نمط يصبح فيه اللا منطق واللاعقل وسيلة مثلة وناجحة جدا لفحص درجة ولاء المؤمنين وليس قدراتهم العقلية المنطقية أنني أريد أن أعرف درجة ولاءك وليس درجة درجة التي درجة عقلك وهذا الأمر مهم جدا بالنسبة لهؤلاء وفق يسموه مفهوم الولاء والبراء هذا بالحقيقة هو أشبه بواجبات وتدريبات الجنود التي لا معنى لها في الجيوش المحترفة عادة أنا كنت بالجيوش بداء الخدمة العسكرية أو كنت شاب كان يجي الأمر ويقول أحفروا الخندق ونحفر بعد ذلك يقول اردموا أو طمو ومجرد يريد يقرف أنه هل نحن نطيع العوامر وما إلى ذلك مهم الغاية هي ترويض الجنود ويبدو أنه ترويض المؤمنين هو هذا الهدف منها وكلمة آداب وأيضا كلمة أتباع ورعية هي كلها علاقة بالحيوانات وأيضا حضيرة الإيمان وحضيرة الدين هاي كلها علاقة بالهدف تحويل الجميع إلى مجرد آلات وأدوات لممارسة للاستعمال في حروب الرجال الدين التي لا نهاية لها ويعني كما نعرف يعني لا نهاية ولا هدف نهائي لها المهم وحتى الهدف الموضوع أنه تجعل جميع مسلمين وآمنين وفق مذهب الشيخ الفلاني أو السلف الفلاني أو الإمام الفلاني وهذا مسألة معناتها تشير حرب إلى الأبد ضد الكرة الأرضية بأكملها فهذا شيء خرافي وهو يدمر مجتمعاتنا رابعا هو الموضوع بأكمل إحنا لا يهمنا تصيد أشياء مو هاي الفكرة لأنه المتسيدون كثير لأن نحن لن نأتي بجديد حينما نقول أنه واحد يتصيد أو لا يتصيد وليس الهدف التصيد الهدف هو الفهم وعدم الانحياز إلى مؤمنين وملحدين وعدم وليس الموضوع طعن بالدين وحتى دع طعننا بالدين يعني ماذا أنا حسن لن نحصل شيئا وحتى دع سقط هذا الدين كما يدعون أو يخافون على دين الإسلام وما إلى ذلك سيظهر دين آخر أيضا فنحن لن نفعل شيئا يعني أنا أعاني كما تعرفون ليس هدفي أنه واحد يتعجب إنما يطرح أشياء أساسية وحقيقية ويجب مناخشتها لأننا لن نتطور ولن نتغير ولن نخرج من أدراء أو من الدهاليز وكهوف الماضي إن لم نناقش الأسس الفكرية والمعرفية والبنهجية والذهنية التي نرى بها العالم وأنفسنا والأشياء عموما وطبعا الآخرين وهي مشكلتنا الكبرى أننا لا نريد أن نفهم الآخرين ودائما نضع حواجز بيننا وبينهم هذا أمر الذي يجب أن نشير له ترجمة نانسي قنقر